شارك الإعلام السوري الرسمي بث احتفالات عيد الربيع الصيني في لوحات الساحة والفضاية السورية بغية تعريف السوريين بهذه الحضارة والعادات عبر أجمل الفنون والعروض الصينية التفاصيل في هذا التقرير شاركت الهيئة العامة للإزاعة والتلفزيون السوري البث المباشر لاحتفالات عيد الربيع الصيني احتفاء بالسنة الجديدة ومشاركة للصينيين عيدهم وقد تم عرض البث على القناة الفضائية السورية وعلى الشاشة الكبيرة الموجودة في ساحة الأمويين أولا أهلا بكم في قناة السورية ومرحبا بقناة CGTN الصينية بالعربية طبعا نحن الآن نتابع بث مشترك لاحتفالات رأس السنة الصينية عيد الربيع نبارك للجمهورية الصين الشعبية بهذا العيد بسنة نتمناها دوام الازدهار والتقدم للصين الصديقة هذا وتنظر وزارة الإعلام السورية لهذه المشاركة السنوية مساهمة في تعزيز العلاقات الشعبية بين البلدين وتعريف السوريين على ثقافة الصين وفنونها الجميلة حرصنا بتوجيه من السيد وزير الإعلام والمدير العام للهيئة العام للإضاءة والتلفزيون والسيد مدير قناة السورية على عرض العديد من العمال كنا وما زلنا لتعريف المجتمع السوري إلى ما يقدمه المجتمع الصيني وهي رائعة عرفت الذين لم يزوروا الصين مدى هذا التقدم والحضارة والأصالة التي فعلا نحن نعتزق بها كما أعربت رئيسة دائرة التنسيق السيدة لينانويلاتي عن إعجابها الكبير باللوحات المقدمة وغناها وتنوعها الذي عكس جمال الحضارة الصينية في هذا البس كما تابعت اليوم هناك عودة إلى الأساطير الصينية القديمة الألوان المبهرة أتمنى دائما أن يكون بما أنه يسمى السنة الأرنب فهي سنة مبشرة بالخير وبالتقدم الألوان المبهرة التنظيم الرائع المدهش يعني نقل لنا بعض من هذه الثقافة والتراثة باهتمام وكما كل عام شاركت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سوريا الاحتفال الكبير لعيد الربيع الصيني والذي تقيمه شبكة تلفزيون الصين الدولية ليعرض على السوريين ثقافة الصين وآليات احتفالاتهم وجمال هذه الثقافة والفنون الصينية لقناة سي جي تي ان العربية يعرب خير بك دمشق